هذه أبرز العناوين ما هي السياسة الخبيثة التي تنهجها فرنسا ضد المغرب؟ أمريكا تصدم فرنسا وأعداء الوحدة الترابية للمغرب رئيس الحكومة الإسبانيا يوجه رسالة لفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي التعاون العسكري ينتعش بين المغرب وإسبانيا قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا دعمنا بالضغط على الزر لايك والشراك بشي وصلكم كل جديد ما هي السياسة الخبيثة التي تنهجها فرنسا ضد المغرب؟ استيقد البرلمان الأوروبي فجأة على ملفات حقوق الإنسان وحرية الصحافة بالمغرب وأصدر قرار إدانة لمملكة يتضمن حزما من المغالطات والإدعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاء بالمغرب وهو القرار الذي تنبعت منه رائحة سياسة لي الدراع بقيادة فرنسية وبإصداره لقرار إدانة ضد المغرب يكون البرلمان الأوروبي قد وقع في فخمنا ورى جديدة لجهات معادية نجحت في توريط هذه المؤسسة الديمقراطية بأحد محاكمة سوريا لبلد أضحى يتير جنون وغيرة دول إقليمية تجهر بعدائها للمغرب وقوى أخرى لم تخلع عنها بعد توب الوصاية الاستعمارية واتبعت أسلوب المناورة السياسية بعد أن استشعرت نهايتها بالقرار السمراء وبالعودة إلى حيتيات قرار البرلمان الأوروبي قاد بإدانة المغرب في عضايا حقوق الإنسان وحرية الصحافة يمكن الوقوف على حجم التأثير الرهيب الذي مارسته فرنسا بدفع حزب رئيسها إيمانويل ماكرون عنهدى أعضائه للتصويت لصالح القرار في ممارسات لا علاقة لها بالصدق والإخلاص الذين تعتضيهما روح الشراكة بين البلدين والمجموعة الأوروبية ككل وإذا كان السياع الحالي يستدعي جرد كورنولوجيا الأزمة بين المغرب وفرنسا لاستجلاء مصاري التحول في العلاقة بين البلدين من سوء الفهم إلى الأزمة الصامتة وبعدها إلى أسلوب لي الدراع الذي تبنته باريس وترجمته فعليا في سك الإدانة فإن زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى المغرب في أواخر 2022 ولحائها بنظيرها المغربي ناصر بوريطة بعت إشارات إيجابية في إبانه بقرب جلاء سحابة الأزمة وإعلان نهاية موضوع التأشيرات الذي حولته باريس إلى ورقة ابتزاز تتلدد بها متناسية أن الأمر يتعلق بحق سيادي لكن سرعان ما اتضح أن الأزمة لا زالت مستمرة فرنسا التي تقود اليوم حملة التشهير بالمغرب بمسمى حرية التعبير وحقوق الإنسان في المحافل الدولية هي نفسها التي ما زالت تغض الطرف عن الخروحات التي تطال المهاجرين غير النظاميين وتسمح باستغلال العمال في بناء المنشآت الرياضية استعدادا للتظاهرات العالمية وهي نفسها التي تعمى حرية الأقليات فرنسا التي إلى حدود اليوم تستغل تروات دول إفريقية بموجب اتفاقيات بائدة تم التوحي عليها في المرحلة الاستعمارية هي نفسها التي تريد إدلال الدول التي قررت التخلي عن تبعيتها وهي نفسها التي لم تستسغ سماء عاهل البلاد يقول مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس أمريكا تصدم فرنسا وأعداء الوحدة الترابية للمغرب في إطار شراكة ساريخية مغربية أمريكية ما فتأت تتعزز في مختلف المجالات جاءت زيارة مساعدة وزير الخارجي الأمريكي لشؤون المنظمات الدولية ميشيل سيسون للمغرب لتسلط الضوء من جديد على التحضير المتميز الذي توليه الولايات المتحدة الأمريكية للدور الرياضي الذي يتطلئ به صاحب الجلال الملك محمد السادس في تعزيز السلام والأمن في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط علاوة على الدور الذي سقوم به المملكة في إطار البعتات الأممية لحفظ السلام عبر العالم وتجديدا للتأكيد على موقف الولايات المتحدة التابت تجاه القضية الوطنية جاءت تصريحات ميشيل سيسون إبرازا للدعم التابت والمتواصل لمخطط الحكم الداتي باعتباره حلا جدا ودعم صداقية واقعية للنزاع حول الصحراء وتبيانا للإخلاص والاحترام المتبادل بين البلدين كما يؤكد المواقف الأمريكي الفرق الواضح بين المواقف التابتة والمواقف المهتزة والمزدوجة بشكل صارخ من خلال الطبيعة المتقلبة التي تتسم بها علاقة المغرب مع فرنسا البلد الذي لا زال يحن إلى الهيمن والماضي لإستعمار البائد المسؤولة الأمريكية حريصت كذلك على التنويه بمذاع عرفان الرئاسة الأمريكية بالمساهمات التي تقدمها المملكة المغربية للباعاتات الأممية في إطار حفظ السلام عبر العالم مؤكدة على صرورها بتواجدها بالمغرب الذي يعتبر شريكا أساسيا للولايات المتحدة الأمريكية وجدير بالذكر أن الروابط الوتيحة التي تجمع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية لا تحتصر فقط على التاريخ المشارك بين البلدين بل لديها امتداد في حاضرهما وتسخر الماضي الذي يجمعهما لفتح آفاع جديدة وبناءة لفائدة الطرفين وهو عكس ما تقوم به بعد الدول الأوروبية وفي مقدمتها فرنسا التي تستغل التاريخ وتروم الهيمن والسيطرة الجوء استراتيجي التي عفى عنها الزمن رئيس الحكومة الإسبانية يوجه رسالة إلى الشعب الإسباني ودول الاتحاد الأوروبي حيث سلط الضوء على تمييز علاقات التعاون القائمة مع المغرب مؤكدا على الأهمية الاستراتيجية للحفاظ على علاقات أفضل مع المملكة وقال بيدرو سانشيز مساء التلتاء خلال مناقشة بمجلس النواب إنه من مصلحتنا الحفاظ على أفضل العلاقات ليس من أجل إسبانيا فحسب ولكن أيضا من أجل الاتحاد الأوروبي وبعد إشاراته إلى أن الحعائق والواقع يؤكدان أهمية المغرب بالنسبة لإسبانيا وأوروبا وأكد رئيس الجهاز التنفيذي الإسباني أنه سيدافع دائما على الحفاظ على علاقات أجيدة مع المغرب وأفاد بأن المبادلات التجارية مع المغرب زادت بنسبة 33% العام الماضي لتصل إلى قرابة 10 مليارات يورو فيما سجل تدفع المهاجرين غير الشرعيين انخفاضا ملحوظا مضيفا من بين جميع طرق الهجرة نحو أوروبا فإن المسار الوحيد الذي سجل تراجعا هو من المغرب إلى إسبانيا وفي هذا السياع شدد رئيس الحكومة الإسبانية على أهمية الاججماع رفيع المستوى القادم بين المغرب وإسبانيا من أجل إعطاء دفعة جديدة للتعاون التنائي وعلى أساس خارطة الطريق الجديد المعتمد في أبرير الماضي بمناسبة الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية للمغرب بدعوة من صاحب الجلال الملك محمد السادس التزم البلدان على الخصوص بمعالجة المواضيع ذات اهتمام المشارك بروح من الطيقة والتشاور مع تفعيل مجموعات العمل المحدثة بين البلدين قصد إعادة إطلاق التعاون التنائي متعدد القطاعات التعاون الأسكري ينتعيش بين المغرب وإسبانيا انتعاش ملحوظ عرفه التعاون الأسكري بين المغرب وإسبانيا أحب عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين فبحسب مصادر إسبانيا بلغت حيمة الصفحات الأسكرية ما بين المغرب وإسبانيا 35 مليون يورو منذ النصف الأول من عام 2022 30 مليون يورو منها تتوافق مع أربعة تراخيص معتمدة أي العقود التي أعطت إسبانيا الضوء الأخضر لتنفيذها وما يقرب من 5.6 ملايين تقع ضمن فئة الصادرات عموما وفقت إسبانيا على 1181 رخصة بيع أسلحة مما أدى إلى إيرادات بقيمة 4192 مليون يورو للصناعة الإسبانية ويفحل الأرقام الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية وتظل الدول الأوروبية العملاء الرئيسيين لإسبانيا خارج دول الناطو والاتحاد الأوروبي يعد المغرب من بين العملاء المهمين لجار الإيبرية إلى جانب المملكة العربية السعودية وماليزيا وسنعفورة ومالي إذ حصلت هذه البلدان بما فيها المغرب على ما مجموعه 481.1 مليون يورو من إسبانيا أسلحة مصنوعة أما حلفاء الناطو فقد استوردوا 671.7 مليون يورو 52% من الصادرات الإسبانية وفي هذا الإطار قال عبد الرحمن مكاوي خبير أسكري إن التعاون الأسكري المغربي الإسباني قديم يعود إلى استحلال المغرب إذ حينها أحتنى المغرب الكثير من الأسلحة التقيلة من إسبانيا وأرسل إليها العديد من الضباط وضباط الصف للتكوين لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك وإعجاب مع تفعيل الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالخبر